اشتركوا في القناة هو الدكتور فائق هويدي مدير مكتب هويدي للاستشارات الهندسية منفذ ومشرف المشروع وبعد قص الشريط التقليدي ايذانا بافتتاح المبنى الذي تم بنائه وتجهيزه وتأثيته بمكرمة سخية من صاحب السمو حاكم الشارقة تجول سموه فيه متفقدا طابقيه الأرضية والأول والذين يضمان مكاتب الإدارة العليا وقاعة للاجتماعات ومكاتب الشؤون المالية والإدارية وتم تخصيص 16 غرفة للباحثين في مشروع المعجم التاريخي لعمليات البحث والتدقيق والمراجعة والتحليل كما يضم المبنى قبوا تم تخصيصه لتحليل مواد المعجم التاريخي يتسع لمئة باحث وفي قاعة المؤتمرات الكبرى والتي جهزت بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وأحدث أساليب التأثيث والتي شهدت وقائع حفل الافتتاح الرسمي ألقى الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة رئيس اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية كلمة قال فيها إن أول ما تردد في هذه القاعات الطاهرة آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا والفتح في المفهوم القرآني ليس اقتحاما لبلاد وحيازة لأرض وإنما كما أوضح الإمام البخاري في صحيحه في بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمى فهو إذن فتح القلوب والعقول والنفوس إن صاحب اسم حاكم الشارقة إنما يرى اليوم قرير العين رضي النفس إحدى ثمرات فكره وغرس يده وعطائه السخي الذي يشمل جوانب أخرى عديدة من حياته الحافلة بالإنجاز والعطاء وقدم الحفل الدكتور فاروق شوشة الأمين العام لمجمع اللغة العربية واتحاد المجامع العربية استهله بكلمة أو جزها بقوله كان هذا المكان الضخم والفخم الذي ترونه اليوم كان حلما كان عزمة من عزماته التي تتميز دوما بالجسارة واستباق المستقبل مد فضله من شعاع فكره ليحتوي هذا الأمل وكان نفحة من كرمه الغامر بعلمه وفكره واحتوائه لكل مشروع يفيد العربية والإسلام إن هذا المجمع الذي بدأنا مع الإخوة في إقامته لتكريم هذه اللغة فقد كرمها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم هذه اللغة التي بها نتواصل جميعا في أمة وما هو طاهرنا الآن وكأن الأمة تستدعى في هذه الفترة من الزمن وكأن التاريخ يعيد نفسه وكأن العروبة لا بد أن تعود ولا بد للعطاء أن يأتي ويأتي بالخير هذا المكان لن يستطيع أن يعمل بمفرده دون قرارات تعمل على الأرض تغير من واقع هذه الأمة أكان في مدارسنا كان في جامعاتنا أو حتى كانت في الحواري التي يلعب بها الأطفال ولا بد من عمل صائب ليس جدرانا خاوية وليس قرارات لا تنفذ ولكن حتى يكتمل العطاء لا بد من تكملة هذه المسيرة على أسس سليمة نجملها في أن هذا المكان حتى يستمر في العطاء لا بد له من إمكانيات مادية يقوم عليها ويرتب مؤتوراته وصيانته وموظفيه فنحن نقولها واضحة نحن كفلاء بذلك وفي نهاية حفل الافتتاح قدم الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية إهداء تذكاليا لصاحب اسم حاكم الشارقة بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر